تلك هي الحرب وهذه إحدى صورها وبمقاربة أخرى هذا ما أتت به الميليشيا لسكان قرية المسنى بالقرب من مطاحن البحر الأحمر في محافظة الحديدة يستذكر عثمان عبدالله جلاجل تفاصيل حياته اليومية قبل قدوم الميليشيا إلى قريةه وقد احتفظ بها في خانة الذكريات الجميلة تلك الحياة التي قد تبدو قاسية ومتعبة لكثيرين يتمنى عثمان لو أنها بقيت كما هي بشظفها ومرها وقسوتها ولم تنتهي إلى تلك النهايات التراجيدية التي جعلت منه مقعدا ينظر في وجه أفراد أسرته دون حول أو قوة رجعت لها هنا في هذه المنطقة وصلت هنا تفاجأت فجأة كذا قرح باللغم داخل البيت بعدها وصلت داخل البيت قرح باللغم أنا والعائلة راعت عليها بنت والبنت الثانية تعورت والبنت الثانية يعني شضايا بين البطن حقها والوالد بالرجل حقه والوالدة يعني السمع راح منها وعني بعدها رجعت تعالج بعدها ورجعت للبيت يعني خرك ثلاثة الغام حال عثمان كحال الكثيرين ممن استوطنت الميليشيا منازلهم وحولتها إلى قبور أو أحجار مبعثرة الآلاف من الضحايا ومئات الآلاف من الألغام التي زرعتها الميليشيا في كل سبيل عبرت من خلاله لتزرع بذلك للناس موتا مؤجلا وعلى اليمنيين حصده لعقود قادمة